السريعة برضو علشان نشوف الجزء الفني في هذا المشهد اللي مؤكد هينال كل الاهتمام والبحث والمناقشة وهنحاول بقدر الإمكان نسمع عرق حضراتكم كابتن سدعب حفيز مدير الكورة قال انه بعد الفوز الكبير على مونانا الجابوني مفيش مكافأة خاصة بهذه المباراة لكنه لما سواء المكافأة ايه بعد هذا الأداء اللايحة على الدور فان شاء الله الأهلي مباراة العودة اللي هتكون في الجابوني يوم 17 مارس يتخطاها ان شاء الله ويكمل للأهل التأهل لدور المجموعات ووقتها بيتم صرف مكافأة التأهل لدور المجموعات والكابتن أحمد أيوب المدرب العام أكد على أهمية مباراة امبي يعني عايز يقول انه المشهد الأفريقي بكل ما فيه وتدعياته ما بيشغلش الجهاز الفني عن الترتيب لمباراة امبي اللي هتكون يوم الحد ان شاء الله في الدوري واللي بيسعى الجهاز الفني للفوز بيها عشان يقرب أكتر وأكتر من حسم بطولة الدوري وقال أيوب انه الجهاز بيعمل جاهدا لتحقيق الفوز في هذه المباراة وقال انه الجهاز مدرك انه الفوز أو حسم بطولة الدوري مبكرة هيخلق نوع من الراحة النفسية الكبيرة عند الجهاز واللعيبة والجماهير ويخلي الأهل كمان يحول درجة تركيز أكتر للبطولة الأفريقية والبطولة كاس مصر ان شاء الله هذا الموسم أتوقف عن هذه المباراة يعني انبي بالذات بيشكل إجابة على أسئلة كتير خرج منه في الشتاء أهم مهاجم عنده هدافه وخرج منه حارسه الأساسي ماذا فعل يقدم الآن كرة جميلة جدا وكرة يعني محترمة ويشكل منافس عنيد لأي فريق لذلك أنا بيقول لك المباراة دي عايزين ناخدها بجدية شديدة جدا وتجاوزها حكله معنى حكله معنى أنك انت فوز على فريق تقيري كمان الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى وزي ما شايفين حضراتكم حراس الأهل الكبار ما شاء الله كلهم في أفضل الحالة إذا كان شريفي إكرامي أو الشناوي أو لطفي الحقيقة في حالة نفسية عالية جدا خلت كابتن طارق سليمان مدربهم يقول أنه سعيد بالمستوى اللي وصل ليه الثلاثي وقال أن الجهاز الفني خلاص طوى صفحة مونانا ودخل بتركيز شديد في صفحة الدورة علشان يدخل مباراة إنبل اللي بيحذر منها المهندس عد القيعي زي ما سمعته ما شاء الله كل لعيدة الأهل دوليين عدد كبير من اللعبة اللي أنتوا شايفينها مرشحين بالانضمام للمنتخب وإن كنت هستغرب أكتر أو دهشتها تزيد في لعب معين في فريق الناد الأهلي لو أخطأته اختيارات كوبر ما أعتقدش وليد سليمان بالمستوى اللي بيقدي به ممكن يكون بر حسابات المنتخب ثلاثي وليد السلية عشور لا ما ينفعش يبقى بر عشور كان في المعسكر الأخير والسلية تم اختياره أتكلم عن اللي جاي لكنه اللي جاي أعتقد فعلا يحتاجوا إن هم يكونوا في دقيرة اهتمام المنتخب وإلا ما فيش تفسير مقنع الحقيقة لو استمر إبعاد وليد سليمان منتخب المغرب استدعى وليد أزارو وده كان حاجة رائعة لوليد أزارو المهاجم الشاب اللي المستوى مع النادي الأهلي تطور وارتفع بشكل كبير هدف الدور المصري بتفوق بارس جدا اختياره جي بعد متابع الجهاز الفني المغربي أداء وليد مع النادي الأهلي وتصدره لهدف الدور المصري بسبعتاشر هدف أعتقد اختيار مهم جدا بيكمل به الأهلي الدوليين اللي موجودين معاه يعني حيبى في كاس العالم عدد لبأس به من لعبة الأهلي إن شاء الله وليد أزارو يكمل مع المنتخب المغربي أيضا علي معلول الجناح الأيصر للمنتخب التونسي ثم جونيور أجيه تم استدعاءه أيضا هو راخر من منتخب نيجيريا وقال أجيه في تصريحات لي أنه ده مش جديد بالنسبة له لأنه كان لعب دولي قبل كده مع منتخب الناشين والمنتخب الولومبي بس قال إن أنا أدائي مع النادي الآلي دور الكابتن حسام البدري معايا شغل الجهاز الفني معايا طور كتير من أدائي هو النادي الآلي يقدم الآن للمغرب والنيجيريا اتنين لعيبة في حالة نضج اه ناضجة لا هم كانوا دوليين بس ما كانواش بالنضج ده يعني أنت جايلك علي معلول كان لعب ناضج لعب ناضج فكرة إنه لعب ناضج انت طورت من اداء الاتنين دول قوي كنادي اهل يعني فالجنده شوف بيدي لك من دول ازاروا عنده ماتش مع المنتخب المغربي قبل كده ازاروا عنده ماتش مع المنتخب المغربي قبل كده اي طبعا بس في فكرة ان كنت تروح لك بقى كلعيب ناضج ممكن يعتمد عليه انه يبقى اساسي هنا دي الفكرة عجيه قال كمان انه اكتر حاجة فرحته في الاستدعاء منتخب بلاده ليه رد فعل الجهاز الفني بتاع الاهل وزميله ودي روح الفرقة وده اجواء وشخصية الاهل قال ان انا كنت سعيد جدا ان انا الاقي زميله والجهاز الفني كلهم فرحانين لي وكلهم حرصين ان هم يهنوني وكلهم عبروا عن سعادتهم بهذا الاختيار قال انه مستواه تطور بشكل كبير جدا بفعل او بدور الجهاز الفني معاه وقال انه كمان مشاعر الود اللي بتحيطه من قبل جماهير الاهلي في كل مكان يتواجد فيه في الشارع او في اي مكان حاسس بالسعادة الكبيرة جدا لتفاعل جماهير الاهلي معاه وعلاقة الود اللي بتربطه بيهم وقال انه كل هذه الاجواء كفيلة باذن الله ان هي تسهم في فوز الاهلي بالبطولات اللي بيشارك بيها واكد على بالنسبة له هو شخصيا رغبته او سعادته او سعيه او حلمه بالفوز بدور ابطال افريقيا والسفر مع الاهلي لبطولة العالم لانه قال ان المستوى التنفس الكبير اللي الاهلي بيلعب به رغبته الدائمة وابدا للفوز طبع الكرة الهجومية اللي بيقد بيها هو ده اللي ساهم فيه تطوير مستواه وخلاه يحظى بثقة الجهاز الفني لمنتخب النصور اللي بيعوج الحقيقة بعدد وافر كبير من اللعيبة الدوليين والمحترفين براه تتوقف امام المحترفين الاجانب في النادي الاهلي امام ظاهرة اعتقد انها فضلت تفرج موصلتك لافضل الحلول في النادي الاهلي السمات الشخصية لللعيبة الاربعة المتوجدين حاليا في النادي الاهلي كلهم عقلين كلهم نطجين كلهم عندهم حالة سلام كلهم ممتنين لوجودهم في النادي الاهلي ومهلم بصديقك ما وتم اختيار ومهلم بيقولك الاربعة لسه مهلم بي يعني اخرهم مداش امار اوي السنة الجاية انا توقع مهلم بي يقدم اه مستوى مختلف امام انما انا عايز اقوله ان الشخصيات اللعبة دي هي بتاعت الاهلي اي توقص النادي الاهلي ايه ينطر لك واحد زي كله بالي غزب عنه ميرتعش في النادي الاهلي امام ايه النظام الصهورم ده ايه الجو ده عاما انا مش بتاع كده امام اخد بالك امام غير من احنا كنا فرحانين بايه اي اه لكن ربضرة النفعة مين كان يقول انك انت هتعوضوا وبالسرعة دي بافضل منه عشر مرات في الشخصية في ال يعني اعتقد ان الاندماج ازاره مع لعبة الاهلي يفوق كثيرا اندماج اه كله بالي امم النهاردة عودت مروان محسن انت بسم الله ما شاء الله لا فريق الاهلي كله دولين دلوقتي اي ها حسام عشور بقى مصمار الوسط اشتاكى من الام في اه شديدة في كتفه وكان اصيب بيها او خد الكدمة في المباراة الاخيرة اه امام مونانا الجابوني زادت